السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم قوتي معكم السعيد من قناة مراجعة تقنية اذا كنت تبحث او تفكر في شراء هاتف يكون قوي في الفئة الرائدة لكن يكون بسعر ما قول فانت تلقائيا راح تفكر في هاتف من شاوم لذلك ننصحك تتابع هذا الفيديو لهاتف شاومي 1D Pro واللي يأتي بمواصفات قوية جدا من حيث الشاشة والاداء والكاميرا مع سعر مغري جدا ولكن قبل ما نبدأ الفيديو دعموني بجيم واشترك في القناة اذا كنت اول مرة تشاهدنا وفعل جرس باش توصلك اشعر على هذا القناة لما نطول اللي نبدأ الفيديو اولا نبدأ بتصميم الهاتف واللي يأتي بنفس لغة تصميم سلسلة الميء السابق الاختلاف في اطار الكاميرات الذي يأتي بشكل اكبر وبارس لذلك لازم تركب جريب لتغطي بروز كما ان ظهر الهاتف يتميز باللون الرمج مع خطوط بشكل عرضي باللون الرصاصي ليعطي الهاتف انقا وجمع لكن اللي يعيب ظهر الهاتف انه يترك بصمات بسهولة من الامام مئثقب في المنتصف مع حواف رافعة ومنحنية بشكل طفي اما الخامات فهي من الزجاج كما انه يزع 204 جراء فهو ليس اخف هاتف لكن راح تكون مسكتها محكمة ومريحة مع ابعاد مناسبة للتحكم به بيد واحد بصمة 3 مدمجة مع زر الطاقة وتشتغل بسرعة ودقة فائقة كما هو متوقع لكن الخيبة الكبيرة في الهاتف انه يأتي بشهادة اي بي 53 والتي تكتفي فقط برداد المه في هذا الهاتف ستحصل على احد افضل الشاشات لهذا العام وهي من نوع امول مقاس 6.6 انج بجودة فول اش دي بلاس بمعدل كتبة بكسلات 295 بكسل كل انج تدعم معدل 120 وتقدر تتنقل من 60 الى 120 يدويا او تلقائيا حسب استخدامك للشاشة وعندك معدل لمس شاشة 480 نيتس بالاضافة الى ان الشاشة تدعم تقنية عرض الالوان تام بيت كالر وهذا رح يعطيك مليار تدرج لون وتدعم ايضا الاش دي ار تام بلاس وسطوع تحت الشمس تصل الى 1000 نيتس وعليها طبق حماية من نوع بفيكتر كما تقدر تتحكم بالالوان وحلالتها وتضبطها بالطريقة اللي تنسب تقدم لك شاشة الوان مميزة ومشابعة مع دقة عالية ورح تستمتع جدا بعض الفيديوهات ومشاهدة المحتوى باعلى جود خصوصا الفيديوهات اللي تدعم الاشداء من افضل وامتع الشاشات في فيريس سري والاستكمال روعة الشاشة عندك صوت ستيريو مميز وذات جودة عالية بالدقانية الدول باطموس ويأتي من نوع هارمون كارب من المميزات ايضا الاداة حيث يأتي الهاتف بمعالج من كويت اصناب دراجون 8885 جي دقة تصنيع 5 سنانو متر مع معالج رسومي ادرينو 660 وعندك خيارات من الرام والذكرى التخزيني 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذكرى التخزين او 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرى التخزين وهي نفس النسخة اللي عندك وعندك اعلى نسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرى التخزين وتأتي من النوع الاحداث يو اف اس ثلاثة فاطر واحد كما انه لا يدعم كارت الذكرى خيري لذلك انصحك بشراء نسخة 256 جيجا في هذا العتاد ستحصل على افضل اداء خاصة عند اللعب بادخال الالعب كالباب جي وكالف ديوتي وعلى اعلى اعداده لكن بعد مدة معتبرة من اللعب راح تلاحظ ارتفاع ملحوظ في لرية الحرارة الهاتف في الاماكن المحيطة بالكمل وهذا بشكل غير مريح نظام تشغيل الهاتف اندريد 11 كما انه وصله التحديد نظام اندريد 12 هذه الاية وعندك واجهة شاومي ام اي اي 12.5 واللي ايضا قريبا راح يتم التحديد كما ان الشركة وعدت بثلاثة ترقيات للاندرويد مع اربع سنوات من تحديث الاماكن وهذه تعتبر من اهم الخطوات اللي قامت بها الشركة لحد الاه من ميزات واجهة المستخدم ما يسمى بالخلفيات الفائق وهي خلفيات ديناميكية تعطي تجربة مرئية ممتعة جد يحتوي هاتف شاومي 11 تي برو على كاميرا رئيسية بدقة 180 ميجابيكسل تلتقط صور بدقة 12 ميجابيكسل كما انه يحتوي ايضا على كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا تيلي ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل قدم لك كاميرات جودة تصوير ممتازة جدا في جميع العدسة حيث التفاصيل جيدة والدقة مع معالجة مميزة للالوان في جميع الظروف كما ان التصوير الليلي كان مميز جدا مع التفاصيل الكثيرة لكن للحصول على افضل صور يجب عليك تشغيل الوضع الليلي اما تصوير الفيديو فهو يصور حتى الـ 8K بمعدل 30 اطار في الثانية والـ 4K بمعدل 30 و60 اطار في الثانية وتقدم لك جودة ممتازة جدا لكن للأسف لا يدعم التثبيت البصر اما الكاميرا الامامية فهي بدقة 16 ميجا بيكسل لصور فيديو بجودة الفول HD قدم لك صور جيدة مع التفاصيل المقبولة جدا ولكنها ليست الافضل في فياتها السريع من المميزات القوية في الهاتف هي بطارية بسعة 5000 ميلي اومبير تدعم الشهر السريع بقدرة 120 واط ويأتي مع العلب ويشحن الهاتف 100% خلال اقل من 20 دقيق الهاتف يدعم مستشعر IR بلاستر ويدعم NFC كما انه لا يدعم منفذ 3.5 ملي السماعات ولا يدعم الرد اما سعر الهاتف في متجر شاومي اقل نسخة 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذكرى تخزين تدير 595 دولار كما سأترك لك رابط الشراء في الوصف بعد ان استعرضنا جميع مميزات الهاتف نأتي للعيون واولها كاميرا سيلفي ليست الافضل كما ان الهاتف لا يدعم كاميرا زو ولا يدعم المثبت البصري في الكاميرا الخلفي لا يدعم تركيب كارت ذكر خارجي ولا يدعم منفذ 3.5 ملي السماعات كما انه يأتي بمقاومة ضعيفة للماء IP53 فقط واخيرا لا يدعم الشحن اللاسلكي لكن يبقى الخير الافضل والامثل بهذا السعر حالي هنا نصل لنهاية هذه المراجعة في الاخير دعموني بجيب واشتري في القناة اذا كنت اول مرة تشاهد وفعل الجرس باش تصلك اشعار القناة ودمتم في رعاية الله وحب اشتركوا في القناة